بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء يمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد بدروس مادة الدراسات الأدبية كنا قد تحدثنا من درس الماضي عن بداية عصر صدر الإسلام وعرفنا كيف أن صدر الإسلام جاء وازدهر وتغير الناس وحالوا الناس بشكل كبير جدا طبعا نستذكر بداية قبل أن ندخل في عصر الإسلام والحديث عن الخطب التي بدأنا بها والنثر أيضا نستذكر ما الذي بدأنا به في هذا الكتاب أو كيف بدأ نحن عرفنا أيضا أن الكتاب مقسم من قسمين قسم الأول منه يتحدث فيه عن الأدب القديم وقسم الثاني فيه الأدب الحديث بدأنا به الأدب وتعريف الأدب لغة واصطلاحا ثم عرفنا أيضا أنواع الأدب إلى ما ينقسم الأدب إلى كم قسم سنقسم أو أنواع الأدب أيضاً تحدثنا على ذلك عن الحديث عن الحياة السياسية والاجتماعية في عصر الجاهلي لماذا سمي العصر الجاهلي عصراً جاهلية وذكرنا ذلك هل هو ضد الجهل الذي هو ضد العلم أو هو ضد الحلم وقلنا أيضاً ليست لا هذه ولا تلك وإنما سمي بعصر الجاهلي أن القرآن ذكر ذلك يعني ذكر أن الحقبة أو الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فيه موضوع إضافي كيف أنه لماذا قسم الأدب إلى الحقبة التاريخية وذكرنا أيضاً سبب التقسيم وكيف أنهم ساروا على هذا التقسيم بعضهم تقسيم مدرسية أو بعض المدارس التي ذكرت في التقسيم واتحدثنا عنها بإسهاف فقرة التي في قسم كيف القسم العصر الجاهلي ثم عصر صد الإسلام ثم عصر أموي ثم عصر العباسي لماذا قسم هذا التقسيم على أي أساس دار هذا التقسيم معرفة بين الذين أو دارسي الأدب وأغلب الكتب التي ذكرت الأدب أو تحدثت على الأدب بعد ذلك أو دونت في الأدب وكلها سارت أو أكثرها سارت أو أكثر هذه الكتب سارت أو سار على هذا التقسيم المعروف أيضاً تحدثنا بعد ذلك عن أهم برز في الأدب الجاهل يعرفنا المعلقات وقلنا معلقات لماذا سميت المعلقات وكيف أنها هي قصائد من أهم القصائد التي إما أنها علقت بعضهم قال علقت على استار الكعبة كتبت ماء الذهب وقيل لأنها تشبيها لها بعقود الدر التي تعلقه المرأة في نحرها وقيل لأنها تحفظ وهذا هو الأرجح لأنها تعلق بالذهن وعرفنا أيضا أصحاب المعلقات وهم السبعة وبعضهم أضاف الثلاثة العشرة ثم أخذنا أيضا بعض النماذج لمعلقات نموذج لمرئ القيس وكذلك زهير ثم عنتر منشداد عفوا نموذج لمرئ القيس وكذلك عنتر منشداد وعرفنا أيضا لطرفه من العبد وكيف أنه ويعد من أصغر أصحاب المعلقات المات صغيرا وعرفنا بعض النماذج ثم دخلنا في النثر النثر الجاهلي عرفنا النثر الجاهلي بما تميز النثر الجاهلي وعرفنا النثر كثير أنواعه كثيرة لكن في عصر الجاهلي لم يبرز إلى الخطبة والقصص وإمثال عرفنا الخطبة وخذنا نموذج لقصة مساعدة وعرفنا الخطب أو بعض الأمثال وبعض القصص التي ذكرنا فيها في العصر الجاهلي انتهى العصر الجاهلي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ العصر الحديث الذي هو عصر صدر الإسلام وقلنا صدر الإسلام معنى أول الإسلام الذي بدأ من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الخلفاء الراشدية سنة أربعين في خلافة علي رضي الله عنه هذا صدر الإسلام بعد ذلك من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحديث يسمى كله عصر إسلامي لكنه بعض المسميات لحالة السياسية العصر الأموي الأصر العباسي وما إلى ذلك هذا المقصود حتى للتغيير وحتى للتمييز في معرفة أيضا بداية الحقبة وبداية وقت للتأريخ أو لذكر أيضا كيف أنه ما الذي برز فيه وما الصفات والخصاص في كل مكان أو في كل عصر أتى إليه بدأنا أيضا في النثر وقلنا النثر في العصر الجاهلي أو في العصر الإسلامي عفوا تميز بعد نزول القرآن لأن النثر هو أصلا شعيرة من شعائر الدين وإيضا لأنه تستطيع فيها أن تكتب فيها أو تقول فيه ما تريد لا يقيدك بوزن ولا بقافية وإيضا لانبهار العرب بالقرآن فأغلبهم قل من الشعر الشعر ما زال قويا لم يضعفوا إنما أصبح قليلا مقارنة أنهم أيضا انشغلوا بفتوحات إسلامية بعد إسلامهم وكذلك لانبهارهم بالقرآن ومدارسه وذكره وقراءته وما فيه من بيان وفصاحة وبلاغة وإعجاز ونظم أيضا لأن النثر كان من دواعي أيضا الإسلام ونشر الدعوة كيف أنه الخطب الدينية وخطب المعارك وخطب الوفود كيف أنها كانت كثيرة لأنها أدعت إلى ذلك فلذلك ازدهرت الخطابة ونمت وعرفنا أيضا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن خطبة النبي في بعد معركة حنين كيف أنه قسم الغنائم وعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار فذكر الناس وبدأوا أيضا بينهم شيء في نفوسهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل المهاجرين تركنا بعد أن ساعدنا في بداية الدعوة ونصرنا فخرج عليه الصلاة والسلام وقال لهم هذه الخطبة المشهورة التي ذكرنا ما مقالتهم بلغتني عنكم وجدتهم وجدتموها في أنفسكم ألماتكم ظلالا فهداكم الله وذكرها بعض الاستفهامات التي يريد منهم الإجابة ويقرر ما في نفوسهم ثم أيضا أخرج ما في نفوسهم متحدث عليه الصلاة والسلام وذكر السبب في توزيع هذه الغنائم كيف أنه أعطى المهاجرين لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام ولتأليف قلوبهم وعرفنا أيضا نموذج من هذه الخطبة ذكرنا بعض النماذج وذلك الآن أو في هذا الدرس نستكمل نماذج الخطب التي ظهرت في عصر صدر الإسلام خطب الصحابة رضي الله عنهم وبعض نماذج خطب الصحابة ونشاركوا في تقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي طبعا هنا من خطب الخلفاء الراشدي خطب الخلفاء الراشدي رضوان الله عليهم طبعا لاحظ هنا من خطب الخلفاء الراشدي في بداية أخذنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد معركة حنين وكيف أنه وزع غنائم هنا خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما طبعا خطب بهذا الجيش الذي جهزه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يشرف عليه بعده أو قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام ثم توفي عليه الصلاة والسلام فصر أبي بكر أن يكمل ما بدأه النبي عليه الصلاة والسلام فخطب قبل الجيش جيش أسامة بن زيد خطب فيهم قبل بداية الجيش وأيضا الخطبة الأخرى خطبة عمر رضي الله عنه من الخطاب لما تولى الخلافة وأيضا هناك خطبة ثالثة لخطبة لعلي بن أبي طالب أيضا سنأتي إليها وسنتحدث عنها بداية خطبة أبي بكر صديق في جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما لاحظ معي هنا طبعا هذا جزء ليست الخطبة كامل ما هي أجزاء من الخطب هذه نماذج حتى تعرف أو استعرف على نماذج الخطب التي ظهرت في عصر صدر الإسلام وكيف أنها تميزت وكيف أنها أصبحت أكثر من ذي قبل أو من كان من العصر الجاهل لحاجة الإسلام إلى حاجة الدعوة إليها يقول أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاتا ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له لاحظ خطبتهم بكر رضي الله عنه مختضبة مختصرة لكنه يعطيك تعاليم الحرب كيف كان التعاليم المعارك كيف كان المسلم يتعامل في المعركة أيضا في بدايتها قفوا أوصيكم عشر أن هناك عشر وصايا وأن الإسلام يجب أن يفعل ذلك وأنهم لا يعترض لا طفل ولا امرأة ولا شيخا كبيرا وكذلك هنا لا تخونوا الخيانة كانوا لا يدخلون ولا يحاربون حتى يخبروا منهم أمامهم فلا يأتوهم مثلا في إذا كان بينهم معاهدة فهم يقضون تلك المعاهدة لا وإنما لا تخونوا ولا تغلوا وإيضا من الظلم ولا تغدروا أيضا من الغدر مع أن هنا صفات ليست حميدة في المسلم لا يغدر ولا يخون ولا يقول معنى أنه دليل على أن الهدف من الحرب هي إعلاء كلمة الله عز وجل ودعوة إلى التوحيد الله عز وجل والإيمان به وترك عبادة الشرك وعبادة الأصنام أو ثان ولا تمثلوا أيضا بعد القتل يعني أن لا تنتقموا ليس ما تقوموا به انتقاما وإنما هي إعلاء كلمة الله فأنتم تحاربون لقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا تقتلوا طفلا صغيرا أيضا معنى أن لا تكونوا مثل الذين فقط مجرد التخريب والقتل الطفل الصغير لا يحارب ولا يستطيع وحتى الأعزل ولا شيخا كبيرا ولا امرأة لأنهم لا يستطيعوا مجابهتكم وانتم في جيش فلابد أن تواجه فقط من هم يواجهونك في الجيش من هم يحاربونه أمامك فهذا يعني من تعاليم الدين الحنيف وأن المسلم لا يغذر ولا يخون ولا يغل ولا يظلم ولا يمثل أيضا بالجثة أو بالميت بعد بوته وخذلك لا تقطعوا نقلا معنى أنهم تأتوا للتخريب والتدمير وإنما جئتم لعلاء كلمة الله والدعوة إلى الله عز وجل فلا تقطعوا نقلا ما الفائدة من قطعه فهذا من التخريب ومن دمار الأرض بل هي الإعمار للأرض ولا تحرقوه كذلك أيضا نهاهم أن لا تقطعوا نخلا ولا تحرقوا ولا تحرقوا كذلك هذا النخل ولا تقطعوا شجرة مثمرة أيضا الفائدة من قطعها كذلك ولا تذبحوا شاتا معنى أن لا تدخل على كل شيء ثم تدمر كل كل ما هو أمامكم هذا من تعاليم الدين الإسلامي في الحرب كيف أنه لا تذبحوا شاتا ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله إلا إن أردتموه للجيش لكن لا تذبحوا فقط وتتركوه أغلب بعضهم يأتون فقط في يذبحون ما هو أمامه أو يقتلون ما هو ثم يخربون ثم يقطعون الأشجار والنخيل ثم يعتدون على النساء والأطفال والشيوخ الكبار وهذا الأصل في الدين الإسلامي أن لا يكون بل أنتم تتحاربون تحاربون جيشا أمامكم إما أن يستسلم أو يدفع الجزية أو إما أن يدعو أو يسلم ويعرف أن الله عز وجل وحده ويؤمن بالله وحده لا شركة لا ولا تذبحوا بشاتا ولا بقرة ولا بعيرا لا المأكلة أيضا لاحظ قالوا سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع العباد الزهاد الذين كانوا يعبدون في الصوامع فتركوهم لأنهم عزل أيضا لم يحاربوكم ولم يخرجوا لكم فتركوهم فدعوهم وفرغوا أنفسهم لا معنى أنهم دي أن أحسنات الإسلام والإسلام ليس ظلم وأن الإسلام هي دعوة للعدل والدعوة للمساواة والدعوة للخير والدعوة للصلاح والدعوة إلى عبادة الله وحده ولا شريك وهذه هي تعاليم الدين لذلك تجد أنه لما بدأ انتشر الدين الإسلام انتشارا كبيرا جدا لأنهم عرفوا أن هذا هو الدين الحق وأن الله سبحانه وتعالى المسلم لم يأتي فقط للتدمير والتخريب والخير وإنما قد هذه الرسالة بدأها بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الجزيرة العربية ثم بعد ذلك كانوا دعاة نشر نشر رسالة الإسلام ورسالة التوحيد وختام الأنبياء وختام الدين والقرآن الكريم إلى الناس كافة هذه خطبة أبي بكر ولاحظ وصيكم بعشر لا تخون ولا تغلوا ولا تقدروا لاحظ اختصار والإيجاز البسيط جدا وإيضا في ذكر لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوك ولا تقطعوا شجرة مثمرة فهو أعطاهم بعض العبارات المصطلحات في إحاجة فكأنه وصايا أعطاها أبو بكر رضي الله عنه قبل أو قبيل المعركة فمن ضمن هذه الوصايا التي حفظها الإسلام وحفظها المسلم لبني أيضا لمن حارب الخطبة الثانية خطبة عمر رضي الله عنه جزء أيضا هذه أجزاء فقط من خطب الصحابة رضي الله عنهم بعد تولي الخلافة طبعا خطبة عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة خطب هذه الخطبة ويقول اقرأوا القرآن تعرفوا به وعملوا به تكونوا من أهله وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية إنه لم يبلغ ذي حق أن يطاع في معصية الله ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلتي واليليتيم إن استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف تقرم البهمة الأعرابية القضم للخضم لاحظ خطبة عمر رضي الله عنه أيضا في تولي الخلافة لما تولي الخلافة بداية بدأهم إقرأ القرآن وإيضا بدأ بالدعوة للقرآن وقراء القرآن وتدبر في القرآن إقراء القرآن تعرفوا به يعرف أنك قارئ لكن ليس فقط القراءة هو أن ما عملوا به معنى تعمل بالقرآن وما فيه إقراء القرآن تعرفوا به وعملوا به تكونوا من أهله تكون من أهل القرآن تكون من أهل خاصة الله عز وجل وزينوا أنفسكم هنا معنى أنه حاسب نفسك قبل أن تحاسب هنا أيضا وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر مصدد به يوم القيامة تزين معنا أنه اجمع تلك الحسنات وعملوا لي لليوم القيامة للآخرة يوم تعرضون على الله يوم تعرضون على الله وتكون أمام الله لا تخفى لا يخفى على الله شيء سواء كان ذنب اقترفته أو معصيه إلى آخره وكل شيء مسجل ومدون عند الملكين لا تخفى منكم خافية ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض ما يتميز بها أو بعض ما سياسة السياسة التي سيقوم بها في الدعوة أو في قيادة أو في الخلافة خلافة عمر رضي الله عنه فقال إنه لم يبلغ حق ذي حقا يطاع في معصية الله بداية لا تطيعوني إن أمرتكم كما أيضا ذكر أبو بكر قبل ذلك في بعض الخطب السياسية يعني لا طاعتني مخلوقين في معصية الله أطيعوني ما طاعت الله فيكم فأصيتوا فلا طاعت لي عليكم كذلك عمر رضي الله عنه يقول إنه لم يبلغ حق ذي حقا يطاع في معصية الله معنى أنه صاحب حق لا يطاع في أو لا يعني تطلب منه أن معصية فإن طلب منك معصية فأنت لا تطيع ذلك ثم يتحدث عن أموال المسلمين وكيف أنها أمانة في رقبته يوم القيامة وكيف أنه أيضا مؤتمن عليها فكأنه يذكر ذلك قال وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلتي واليليتيم كأن المال الذي عندي لأيتام والمال اليتيم لا يستطيع أن يتصرف به بل إنه يحفظه حتى يكبر هذا اليتيم فيعطيه له معنى أن هذا المال يعتبر عندي كأمانة لكم أنتم وأنا كأني والي هذا اليتيم فذكر إن استغنيت وعففت إن لم أستطع أول عودة إليه فإني سأعف عن ذلك قدر ما أريد وإن افتقرت وأتلت بالمعروف معنى أن لن أخذ منه إلا لاحظ المثل إلا شيء الذي يسد الحاجة لاحظ هنا يقول تقرم البهمة العرابية القضم للخضم البهمة العربية العربية في أثناء السير فهي إن مرت على أكلة فإنها تأخذ شيئا لأن الراعي كان يعني يأمرها بالمسير فهي تأخذ قضم معنى أنها تأخذ مقدار فقط ما يسد تلك الحاجة ثم يعني تسير في طريقها وهو يقول إن أردت أن أخذ من مال المسلمين فإن سأخذ شيئا بسيطا يسد فقط تلك الحاجة مثل كالبهمة العربية وكالبهمة هذه التي تسير فيه وكان وراءها ذاك الرائفة يأمرها بالسير فهي تأخذ قليلا مما تمر عليه من الكلأ أو من العشاب تقضم قضم معنى أنها في طرف الأسنان وليس الأكل بكامل الفم وليس في طرف فقط قضمة بسيطة القضم للخضم يعني أنه في طرف الفم وفي طرف الأسنان لا أن يكون أو يمتلئ الفم بالطعام هذه خطبة عمر رضي الله عنه خطبة الثالثة خطبة علي بن أبي طالب وأيضا جزء من خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بودع وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع وإن المضمار اليوم والسباق غدا ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله ولم يضره أجله ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله ألا فعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها وَلَكَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا هذه خطبة أو جزء من خطبة علي رضا الله عنه نعم في وصايا وكيف أن الدنيا أدبرت يعني أن الأيام تذهب وآذنت بودع ولاحظ فيها أيضا فنون البديع المذكورة الجميلة جدا في ذكريها من سجع وطباق وأجناس وتضاد وهنا يقول أن الآخرة قال أقبلت وأشرفت بالطلاع يعني أن الآخرة ستأتي والدنيا ستذهب وإن المضمار اليوم الآن بإمكانك أن تفعل ما تريد لكن السباق خذل سيكون هناك أيضا في الأعمال في من حسن عمله ومقصود أنه سيكون هناك في ميزان الأعمال ألا وإنكم في أيام أملين من ورائه أجل الآن أنت في فسحة وفي أمل وتأمل لأن الله يغفر لك لكن سيكون بعد ذلك أجل ثم بعد ذلك فمن أخلص في أيام أمله إن عملت عملا وخلصت وإنسان استعد لحياة الآخرة للجنة فإنه يقول قبل حضور أجله نفعه عمله سينفعك هذا العمل ولم يضره أجله ولم يضرك الموت لأنك خلاص استعديت للموت وللقاء الآخرة ومن قصر في أيام أمله لو قصرت في حياتك الدنيا قبل حضور أجله قبل أن تموت فقد خسر عمله ستخسر الدنيا والآخرة معنا أنه ستخسر في اللتنةين وضره أمله أيضا سقد تضرر ثم يقول فأعملوا لله في الرغبة في الراحة معنا أن لا تكون فقط في وقت الشدة ووقت الضيق أنك استعمل وتؤمن بالله ثم تدعوه ثم تبدأ يعني عمل حسنات وإنما حتى في حال الرخاء فأعملوا لله في الرغبة كما تعملوا له في الرهبة في الخوف فإذا ركبوا الفوك دعوا الله مخلصين له الدين فلما لجاهم إلى البر إذا هم يشركون معنا أنه لا تكون في وقت الرهبة والخوف ثم في وقت الرخاء لا تعملون وثم يقول يعني هو يتعجب كيف أنت تريد الجنة وأن تنائم لا بد من العمل لا بد من اجتهاد ولا بد من السعي للآخرة ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولكن ناري نام هاربها أنت تريد الجنة تطلب الجنة وتريد النجاة من النار ولكنك تنام يعني يتعجب من ذلك لا بد من العمل لذلك هذه خطبة أيضا نموذة الآخر لخطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لاحظوا هنا تقرم الأكل الضعيف البهمة البلاد الضأن والمعز والبقر القضم هنا الأكل بأطراف الأسنان كما ذكرنا والخضم هنا الأكل بجميع الفم جميل هنا بعض النقاشات أو نشاطة التعلم قرأنا الخطب وشرحنا بعضها أو ذكرنا هنا المناقشة الخطب تناولت جانبا من جوانب التي كثرت فيها الخطابة في صدر الإسلام ما هي هذه الخطب بشكل عام تناولت جانبا من جوانب تحدث فيها الإسلام بشكل وكثرت فيها الخطابة ثم أسرد القيم التي أشارت لي الخطب قيم كثيرة في الخطب سنذكر بعض هذه القيم بإمكانك أيضا أن تضيفوا أنت وزملاء يكون أقول هنا خطبة الأولى مثلا تناولت أدب الجهاد أدب الحرب في خطبة أبو بكر رضي الله عنه وأخلاق ومجاهدين في الإسلام الخطب الثاني والثالث هي خطب دينية صحيح أن خطبة عمر فيها شيء من السياسة وكيف أني لا أريد أن أخذ من أموال أو أني والي فقط على أموال المسلمين كاليتيم وأيضا بعض التوجيه والإرشاد والنصح والإيمان بالآخرة أسرد القيم التي أشارت ليها الخطب ما هي القيم قيم كثيرة جدا التي أشارت ليها خطب خاصة خصوصا في خطبة أبي بكر وكذلك في خطبة عمر وأيضا في خطبة علي ابن أبي طالب وبعض القيم هنا في الخطب مثلا أشارة عدم القتل احترام العقائد في الصومعة أيضا الحفاظ على الأشجار القيم التي أشارت ليها خطب مثلا الثانية والثالثة المسارعة في عمل خير وتطلع إلى الجنة والخوف من النار والخوف من النار وأيضا الإنسان لا يؤمر بمعصية هنا أكمل الفراق كانت الخطبة في عصر صدر الإسلام تستهل صدر الإسلام اختلفت عنها عن الخطب الجاهلية وقلنا أنها تبدأ مباشرة صدر الإسلام كانت تستهل بالحمد بعكس خطب الجاهلية التي بدأت مباشرة ويسمون الخطبة التي لا تستهل بهذا الاستهلال بالخطبة التي لا تبدأ بالحمد والحمد له بسمنا هي الخطبة البتراء خطبة البتراء المقطوعة التي لم تبدأ بحمد الله ولا بالصلاة على النبي ولا بالبسمنا وكثرة في خطبهم الاقتباس ما المقصود بالاقتباس؟ كثرة في خطبة الإسلامية الاقتباس المقصود به أحسنتم هو الاستشهاد بالقرآن والحديث النبوي الشريف قارب بين الخطب وقارنا بين الخطب وذكرنا بعض المفردات وبعض المعاني ونقول مثلا في خطبة الأولى واضحة سهلة قوية المعاني الشديدة واضحة محددة كذلك أما خطبة الثانية وثالثة مفردات أكثر رقة أكثر سهولة أكثر بساطة لأن فيها إيمان هنا خطبة معارك وتلك خطبة فيها شيء من الدين أو بسيطة المعاني مؤثرة فيها شيء من التأثير كخطبة علي رضي الله عنه أيضا بعض الفروق بين خطب صد الإسلام والخطب في العصر الجاهلي بداية أنها لم تبدأ بحمد الله أيضا كثر الإيجاز والاقتباس هنا اقتباس من القرآن الكريم بعكس خطب الجاهلية هنا أكثر وضوحا ألفاظه أكثر رقة وسهولة تأثرهم بالقرآن الكريم بعكس خطب الجاهلية فيها شيء من بعض الكلمات الغامضة والألفاظ الغامضة لكنها هي واضحة أيضا موجزة تنتهي أيضا مباشرة هنا أيضا تنتهي بالنهاية معروفة في الخطب الجاهلية هنا ألفاظ خشنا فيها خشونا صعبة قوية تأثرهم بالبيئة بحكم البيئة وصدر الإسلام أصبحت أكثر رقة وسهولة وضوح المعاني الجاهري أيضا مستمده انتزعا من البيئة البدوية من الإسلامية مستمد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتغير التغيرا جدريا وأصبحت أكثر رقة وأكثر سهولة وأكثر الجمال في هذه الخطب هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين